السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم أفضل ثلاث بذائل لشات جي بيتي أستخدمها أنا شخصيا بشكل يومي أولا جيميناي على موقع eistudio.google.com وأستخدم آخر إصدار جيميناي 2.5 برو بريفيو 3.25 هذا الموضل قوي جدا من حيث المحادثات والمناقشة وتتحدث معه كشخص وتناقش معه أشياء ويعطيك الإجابات بكل منطقية طبعا هذا يحتاج إلى بعض البرومبتين تجعله مثل شخص وسنتحدث عن ذلك فيما بعد إن أردتم أن أعمل لكم فيديو حول هذا الموضوع جيميناي يستطيع البحث على جوجل كذلك إذا فعلت خاصية البحث والجميل في الأمر أنك تستطيع إعطائه System Instruction تخصصه كيف تشاء ويجيبك كيف ما تريد يعني إذا أعطيته الدور معين ففي جميع الرسائل سيلعب هذا الدور ويتقنه ويجيبك حسب تعليماتك كمثال إذا كنت تريده في شيء معين شيء مخصص مثلا الدراسة تقول له المعلومات التي يجب أن يعرفها حول الدراسة والمستوى الدراسي ماذا تدرس ما الذي تفعله تعطيه جميع المعلومات هنا وتقول له كيف سيجيبك حول هذا الموضوع بعدما ترسله الرسالة هو يعرف خلفيتك ويجيبك حسب وضعك الحالي جميل الموقع الثاني وهو grog.com وهو AI تابع لشركة X تويتر الشيء الجميل في هذا الموقع أنه يبحث بشكل جميل جدا بشكل عميق يتوفر على خاصية الديب سورش إذا ضغطت عليه وليس هذا فقط ولكن يتوفر كذلك على الديبر سورش أكثر من الديب سورش يبحث بشكل معمق في الانترنت عن الشيء الذي طلبته هو يعطيك الزبدة أو الخلاصة لجميع الأمور التي وجدها على الانترنت لكن للأسف هذه الخاصية محدودة تستطيع استخدامها مرتين أو ثلاث مرات على ما أعتقد بشكل يومي وأيضا يدعم إرسال الملفات تعطيه سورة ويقرأها بكل سهولة والثينكين والتفكير موجود كذلك كما قلت هذا الموقع استخدمه للبحث بشكل كبير جدا وكذلك لمناقشة بعض الأفكار فهو يعطيك إجابات دقيقة غالبا لأنه يستخدم البحث بكثرة أنصحكم كذلك باستخدام هذا الموقع فهو جيد جدا الموقع الثالث وهو find هذا الموقع الذي جربته صراحة ووجدته نوعا ما جيد للمقارنات والبحث عن المعلومات فهو يعطيك المعلومة باختصار دون زيادة أو نقصان إذا بحثت عن شيء معين يعطيك مقارنة كما ترون هنا يعطيك مقارنة للشيء الذي طلبته وفقط إجابة مختصرة مفيدة شافية لما طلبته دون زيادة أو نقصة طبعا كل هذه المواقع هي مجانية تحتاج منك إنشاء حساب في جوجل واستخدامها بعد إنشاء الحساب باستخدام حساب جوجل إذا كنتم مهتمين حول الذكاء الاصطناع واتشات جي بيتي وكيفية استخدامه والأسرار والحيل التي أستخدمها في هذه المواقع اكتبوا لي أراءكم في التعليقات ولايك لهذا الفيديو إذا وجدت تفاعل سأنشر المزيد من الفيديوهات مثل هذه وإذا استفدتم من هذا الفيديو لايك والشراك نلتقي في الفيديو القادم دمتم في أمن الله إلى اللقاء